ازاي اعمل اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هندست الصوت. النهاردة هنتعلم اه تكنيك او مهارة مهمة جدا جدا للناس اللي بتسجل في اه الاستوديوهات. المهارة ديت ازاي لما اسجل حاجة سواء كانت ميدي او سواء كانت يعني انسا مسجل جتار او صوت. ازاي اخلي الحاجة دي اصبطها شوية على الايقاع بتاع الغنوة نفسه الايقاع او الايقاع اللي هو بتاع الميترونوم. دي مهارة مهمة جدا 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 عشان انت محتاج لو انت بتعمل عمل فني متقن محتاج ان كل حاجة تمشي بالزبط في المعات بتاعها في الوقت بتاعها. كان زمان ده بتعمل العلم الميدي بس النوة الميدي اللي انت بتسجلها بالكيبورد الميدي بتاعتك لانها قدامك على الخريطة بتاعت الميدي ممكن تحرك دي مين شوية ودي شمال شوية خلاص بيمشي يعني. لحد ما ابتدت تكنولوجيا الاوديو اللي هو الصوت اللي متسجل اه انالوج. اما بيخش على الكمبيوتر يتحول لديجيتال. بقى فيه دلوقتي مع تقدم البروسيسورات بتاعت الكمبيوتر ومع تقدم السرعة بتاعت الكمبيوتر. يقول لك طبعا انا ممكن اعامل الملف ده كله بتاع الاوديو اللي هو عملته. عملته ديجيتال. ابتدي احرك فيه الحاجات ديجيت برضه ويبقى عندي الكمبيوترات عندها القدرة انها تعمل الجزء بتاع الاوديو اللي انت عايز تعمله ده فيه حدود طبعا انك انت ما يطلعش الصوت مش هو اه 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 يعمل له شوية ضبط بسيط جدا بحيس انك انت تمشي كل حاجة بالزبط في الوقت بتاعها اللي هو المفروض تمشي فيه. تعالوا معنا على بتاعنا بتاع التسجيل ونشوف ازاي نقدر نعمل للاوديو. خلي بالك في بعض السوفت وير مش هتسمح لك تعمل على الاوديو لانك انت ممكن لازم تشتري البرنامج الكامل. البرنامج اللي بيبقى مخفف اللي بيجي مجانة مع الاوديو والحاجات ده ممكن ما تلاقيش فيه الجزئية بتاعة او تحديد الكميات بتاعة الاوديو. هتلاقيها في الميدي بس مش هتلاقيها في الاوديو ابدا. اول حاجة ده هعمل دلوقتي لتراك ميدي انا سجلته دلوقتي ونشوف النتيجة بتاعة مع الميدي هتطلع عاملة ازاي? هبدأ التسجيل. طيب مهما كانت دقة العسف بتاعك مهما كانت دقة عسف ضغطك على الكيبورد عمرك ما هتطلع النوتة بالزبط على حرف المزورة زي ما انت شايف كده. يعني لو تلاحظ النوات كلها بتاعة البيز بتاعتي هتلاهم فرق سنة. فيها فرق سنة بينها وبين الخط مستقيم بتاع المزورة ده. ليه بقى? لان الدقة بتاعة عسفك ممكن يكون فيها ملي ملي من الثانية. يعني ملي من الثانية من فرقة فبتفرق. واخد بالك. طيب احنا بنصلح بقى ايه الكلام ده ازاي? بنصلح ايه الكلام ده عن طريق باننا نستعمل الكوانتايز. ايه الكوانتايز دوت? مجرد ما بختار النوات بتاعتي دي كلها وبعمل الكوانتايز من الشاشة ديت هتحطي لي كل النوات دي على الخط بالزبط. طيب نفتح كده ونشوف قدامك اختيارات هنا في الكوانتايز لو تلاحظ واحد على واحد من النوتة واحد على نص من النوتة ربع تمن ده من المزورة. يعني لو انا عندي المزورة متقسمة اربعة تربع ممكن اصبت كل حاجة تيجي على الربع. طبعا ده مش هيبقى الدقيق جدا في العصف بتاعي للعصف بتاعي على تمانية. فانا احاول اقسم المزورة تمانية عشان نشوف البيت اللي هيبقى في تلات تربع وحتة تلات تربع ونص وبعد كده ايه ايه على الربع الرابع. فنشوف كل الحاجات دي مظبوطة ودقيقة زي ما احنا بالزبط عايزينها تتسجل. فمجرد ما هدوس نوت بص كل الحاجة بتاعت اتحركت ازاي بقت في بالزبط في البداية بتاعتها كل حاجة بادية بالزبط على البداية بتاعتها وعلى الربع بتاعت المزورة. برضو ممكن نسمع عشان نتأكد ان كل حاجة مظبوطة بارجع من الاول واسمع شوف الاقاع كله. تمام. الاقاع مظبوط جدا. ليه بقى بعمله مظبوط? عشان بعد كده ما بتعبش لان بمجرد ما هعمل لوب دلوقت هتشوفوا هنعمل لوب ازاي? مجرد بمد البارات بتاعتي كده بتعمل لي لوب بالزبط كأنها نفس تمن موازير بالزبط زي ما انا عملتها هنا بالزبط نفس نفس العدد من الموازير بقى تمانية فانا دلوقتي على طول بقدر اكرر الباتن ديت ومش هتطلع مفارقة معايا لانها ماشية على الاقاع بالزبط مهما طولت في الاقاع بتاعها وعملت عدد كبير بين الموازير بيطلع لي بالزبط العدد اللي انا عاوزه من الموازير بالزبط مظبوطة بدقة العسف بتاعها. طيب كمان احنا عملنا كده على الملفات الميديا هنقدر نعملها على ملفات الاوديو? هنعملها دلوقتي على ملفات الاوديو باني هسجل الجتار على الاقاع دوت ونشوف اقاعي الجتار شكله عامل ازاي مع الاقاع دوت لو كان مفارق ولا حاجة نشوف هنعرف ازناي نصلح الكوانتايز يجي مظبوط معايا بالزبط زي ما انا عايز معايا الجتار هو وهبدأ اسجل الاقاع بي. عملت جتار وزبطته ودلوقتي هسجل التراك بتاعي. تمام انا سجلت كده مجموعة من الاقاعات طيب نشوف اللي انا سجلته وده ايه هنا? هو شكله يعني مش بتسجل وحش يعني انا مسجل اه 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 ان البيت فعلا مظبوط معايا على البتاع بس لازم نشوف دلوقتي على الجريد لما هتاركب الجريد دلوقتي اللي هو يقلب الاوديو بتاعي دوت يحللهولي فانت لو تلاحظ هتلاقي في حاجات بتطلع برا الجريد وحاجات بتيجي بالزبط عليها. ممكن انا باجي بعد كده اعمل كوانتايز دوت لو انا دست الزرار بس بتاعي بتاع الفلكس دوت التايم دوت اول ما بيقسم زي ما احنا قلنا تقدم دلوقتي وبقسم الحاجات الاوديو يحلل الحتة العالية اللي فيها بتاعي يتوقع ان دي تبقى على جزئية من البيت اه دقيقة يعني فيبتدي يحللها ويحط لك على خط منقط كده لو تلاحظ الخطوط المنقطة دي مش مستوية كلها يعني كلها مش زي بعضيها الليلة ان انا عايز في بايدي ممكن حاجاتي مظبوطة مرة تفلت اجزاء من الثانية مرة فانت المفروض تلاقي فيها زي دي يعني تلاحظ زي دي ماشية بس مرة هنا تلاقيها هنا اديا شوية مرة تلاقيها هنا في حتة وبتاع فاحنا عشان نخرج من الازمة ديت ان انا دلوقتي برضو اللي هنا دوت هعمله شوف بقى الحركة بتاعت اللي موجودة تحت ديت او الخطوط المنقطة ديت لو تلاحظ حرك هو بعض النوة علشان اللي هي متلاونة بألوان تانية مختلفة ديت علشان تيجي مظبوطة معايا على بتاعتي وتتحرك فاحنا ممكن نسمع دلوقتي ونشوف هيحصل ايه لو اه عملنا فعلا الكوانتايز دي يعني تمام كل حاجة مظبوطة شكلها كده النوة مظبوطة بس لو تلاحظ لو انا كبرتلك ده شوية الموجات الصوتية هتلاقي فيها قطع في حتة صغيرة هنا كده مسلا يعني لو احنا جينا على الحتة دي بالزبط كده هتلاقي في انفصال عندي للموجات ديت لو انا كبرت من هنا شايف الحتة القطع الزيادة اللي هنا دي ده بالزبط لما هو قطع الموجة وحركها بحيس انها تمشي بالزبط على العدد بتاع دوت هتلاقي دي مالية هتلاقي فيها منها يعني منها كبير كده مسلا طبعا مع السرعة بتاعة التراك نفسه سرعة العصف مش بتلاحز الفوارق ديت بس الفوارق دي فعلا عملها بالمحرك الاوديو يمين وشمال بحيس انه يوصل للبيت اللي هو المظبوط ده فانت مش 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 شرط انك انت تعمل الكوانتايز مية في المية يعني انت ممكن تختار ان الكوانتايز يجي مسلا بنسبة مسلا معينة لو لو انت لاحزت ان التراك نفسه صوته حلو مع العصف بتاع الايد مش مشكلة لو لاحزت ان حتة مفرقة بتزبط الحتة الزغيرة ديت ما بتزبطش كل التراك بانك انت تختار جزء بس من التراك اللي تزبط بالكوانتايز عشان يترجع الحتة ديت تاني على مكانها ممكن حتى انت بايدك تحرك الاجزاء ديت مسلا تبقى اه زيمين وشمال زي ما انت عايز كده مسلا وغبالك زي ما انت عايز عشان تزبط الفلكسات ديت اللي هي الدقائق الصوتية ديت تقدر انت تزبطها بايدك توصل اللي انت عاوز اللي لو لاحزت ان في حتة مفرقة عن عن الاقاع قوي كده اه كل حاجة ماشية مع البيت ان هي بتمشي دايما في الخط اللي في الاول دوت واخد بالك بس يعني ممكن انك انت تتحرك الحاجة يمين وشمال بحيث انك انت توصل للنتيجة اللي احنا وصلنا لها طبعا ما يبيع عندك تراك طويل وانت محتاج الاقاع يمشي كده اصرع عليك طبعا انك انت تتحركه على اللي هو يحصل من الجهاز نفسه او من نفسه ولكن دايما خليك حريص اسمع بعد ما تخلص عشان تشوف لو كان في حاجة بانت مش طبيعية لو لاحزت ان في قطع في الجيتار مسلا باين في الصوت ما هو ممكن يكون في قطع بس مش باين في الصوت لو مش باين مش مشكلة لو لاحزت ان في قطع باين في الصوت اه في اللحزة ديت انت ساعتها بتتدخل بانك انت بتلغي بتاع الجزئية ديت وترجع تاني للتراك الاصل اتمنى بكده اكون وضحت وضحت احنا بتستعمله في ايه دايما نخلي بالك كل حاجة اوتوماتيك بتحصل بيبقى لها عيوب احنا احنا بناء ادمين ومن المقبول مننا ان احنا نعمل حاجات تبقى فيها ادمية شوية ان فيها نسبة خطأ بسيطة فده بيخلي التراك طبيعي اكتر ما تخلوش كله مكنة يعني ما تعمليش اوتو تيون يبقى الناس كلها مش يعني انت مش سامع صوت اساسا اه طبيعي انت سامع صوت رجوزات عمال اتغني زي 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 ما بنسمع الكلام اللي بيقولوا عليه مهارة جنادة دلوقتي فيش اي صوت طبيعي طالع منها خلص فيش اي صوت حلو طالع منه هو مجرد ما كانت بتغني هو الكمبيوتر ماشي على كل السلالم صح وما طالع طالع ونازل وبتاع وعمل الصوت الصناعي دوت ما فيوش اي متعة خلص فانك تسمعه اسمع تاني الاسوات الطبيعية واسمع تاني الناس كانت بتغني ازاي زمان وكانت الناس بتغني ازاي وتقدي اداء ازاي فانت تقدر تعرف الفرق ما بين الطبيعي وما بين الصناعي اه طول ما ما الانسان عايش بيميل دايما للطبيعي وبيبقى الصناعي مش مقبول يعني او ممكن تستحمله مرة اتنين تلاتة بعد كده لا انت عايز ترجع تاني تسمع طبيعي عشان كده احنا بنسمع في في الموسيقى العالمية دلوقتي بيسموها يعني ايه يعني فيش اي حاجة متركبة الكتروني ده بيقعدوا يعزفه بالالات الاكوستيك الله طبعا احنا عندنا ارجات وعندنا بتاع وممكن تعمل اصوات جميلة وكل حاجة لا بس هو عايز يعمل الاصوات الطبيعية بتاعت رنت اوتاري يبقى فيها نسبة خطأ يبقى فيها نسبة اه 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 انت بتسمع مفرقة ما بين الات وبين بعضية تسمع اصوات كلها مع صوت بشري فيبقى كله صوت طبيعي انت عايز تميل للطبيعي دايما فبترجع الحاجات دي تاني لازم الانسان بيرجع تاني للموضوع الطبيعي فدايما خلي استعمال دوت يبقى في اضيق الحدود طبعا في الميدي لازم استعمله عشان ايدي مش هتضغط الصابع بتاعت الكيبورد دي تجيبها بالدقة بالزبط لان فيه فرق ما بين ضغط الصباعي الا لو كنت انا طبعا بقدر اعزفها صح انما لو انا غالبا كده زي حالاتي مش هعرف اعزف بالزبط الدقة بتاعتها فبستعملها في في الميدي سهل جدا فيش اي مشكلة فيه في الاصوات الاوديو بستعملها ولكن بحرص الشديد وبسمع دايما انا عملت ايه عشان اعرف هل شوه لي التراك بعد ما سجلته ولا خليه مظبوط زي ما كان واشوفك الحلقة الجاية اشتركوا في القناة